وكالة بلومبرج واحدة من أهم الوكالات يعني وكالة بلومبرج قالت إن في دول أوروبية خد بالك بقى هتمشي في نفس الطريق بتاع المجر يعني أسع الحاجة أقول لك إسع تحزو حزو المجر حزو مين؟ مش حزو هي هتمشي على نفس طريق المجر طب إيه نفس طريق المجر؟ إنها هتستجيب لمطالب الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا اللي هي إيه؟ الغاز بالروبل المجر وفت ماشي الكلام؟ طيب بعض الدول الأوروبية تبقى لبلومبرج هتمشي على نفس الطريق سؤلت قبل رمضان من أصدقائي كنا بنتكلم السؤالة يعني مناقشة على الحرب قلت لهم الحرب دي هتخلص وهتخلص أو إيه طب هتخلص إزاي؟ قلت لهم تخلص لما خد بالك إنا لما روسيا تحقق اللي هي عايزة طب تخلص إمتى؟ قلت لهم لو مش نص رمضان هتخلص آخر رمضان آخر رمضان بدأت روسيا تحقق كل اللي هي عايزة ماريو بول بخاركيف بالإقليم الشرقي بالضغط على أوروبا علشان يا روبل يجنيه كل ده عايزة روسيا أوكرانيا ما تخشش الناتو كل الكلام أنت معا روسيا ولا معا أوكرانيا أنا لا معايدة ولا معايدة أنا فعلا شخص يكره العنف كراهية التحريم وأرى إن العنف ده هو الخطيئة الكبرى يعني فكرة حرب وإراقة دم وعنف ده بالنسبة لي شيء مستهجن جدا جدا كنتش كده وانا صغير يعني وانا صغير كده كنت تروتسكاوي جدا ومعجب جدا بجيفارة وحاجات زي كده وأنا بكبر لقيت نفسي عندي إعجاب أعلى بكتير بكتير بفيدال كاسترو يعني فيفا فيتال فيفا فيدال درجة أنها لما كنت في أمريكا قبلت رؤول كاسترو أصريت باستماتة أن أنا لازم أوصله وأسلم عليه وأبدي إعجابه إعجابي جدا به وبكلمته اللي قالها بالمزنسبة كانت في الأمم المتحدة في اجتماع الجماعية العام إيش ده الموضوع الموضوع هو أنه تبقى لبلومبرج دول أوروبية كتير هتمشي على نفس السكة بتاعة المجر وهتدفع بالروبل وأنه الاتجاه بتاعة دول أوروبية المتعلق بمعاقبة موسكو على موضوع أوكرانيا ده تبقى لبلومبرج ده لا يوسف ولا التسعة ولا القناة الأولى ولا حاجة بلومبرج اللي بتقول لن تتجاوز الكلام ده كلام بلومبرج وعليه فهم يرفضون الوصول إلى البقعة المؤلمة وهي صناعة الطاقة روسيا حتى اللحظة دي يا جماعة هي البلد الرئيسي في تصدير الطاقة لأوروبا ما بين لفط وغاز بلومبرج بتكمل كلامها وبتقول إيه؟ إن التركيز على رفض المجر دعم العقوبات الدولية على روسيا كويس؟ لكن في دول تانية هتستسلم لمطالب بوتين بدفع تمن الغزب الروبل وبتأكد إنه إحباط الدبلوماسيين والمسؤولين الأوروبيين من احتمال نفاذ فرص الاتحاد الأوروبي لتوجيه ضربة اقتصادية موجعة لروسيا يسيره بشكل تصاعدي الإحباط هو اللي ماشي بشكل تصاعدي ندير بالذكر بس بالمناسبة إنه سعر الروبل قدام الدولار هو في أفضل حالاته بقاله أسبوعين أفضل مما كان عليه قبل أصلا الحرب مع أوكرانيا وده في حد ذاته ظاهرة أو دي ظاهرة لازم تدرس وتتفهم كويس اللي هو إزاي بلد في حالة حرب وتوتر وعقوبات دولية فكان الروبل بتاعها بكذا المفروض إنه قام الحرب بيقع اللي يحصل إنه يحقق مكاسب إيه يا جماعة ده طيب تركيا من ناحة تانية رجب طيب إردوجان يؤكد على إيه بقى على إنه فنلندا والسويد مش هيخشوا الناتو كويس ما دام هو رئيساً لتركيا يعني أنا دي مش فاهمها يعني مش فاهم برضو إزاي هو طول ما هو رئيس لتركيا فإنه في دول تانية مش هتخش يعني القوة دي طيب مسؤول في الاتحاد الأوروبي قال للأتي قال إنه حكومات إنتوا شايفين ندامكم على شاشة الحاجات اللي معانا دي يعني دي صديقي زميل العزيز عبدالله محضرها لنا مخصوص عشان نقدر نبص عليه لو إنتوا خدتوا بالكم بس بالحاجات اللي على الشاشة إنت هنا هتشوف أولا المسألة المتعلقة بالأسواق الروسية وصرف العملات بالمقابل لها وهتشوف كمان المواني اللي موجودة في أوكرانيا وهي يعني هناك فيها البضائع مكدسة على ظهور وعلامات السفن والناقلات البحرية العملاقة مكدسة وهنا تقدر بص بقى هنا الأرفف وهي عمالها بتفضع دي الأسواق الأوروبي وهي فضية الأسواق الروسي ما فيهاش مشكلة الأسواق الأوروبي فيها مشكلة يعني خيري صاحبي اللي عايش في لندن واللي بيدير شركة من أكبر الشركات العاملة في إفريقيا كويس هو مديرها العام أو مديرها المسؤول المانيجنج ديريكتر تحديدا هو مسؤول قطاع غرب إفريقيا في هذه الشركة هذه الشركة في غرب إفريقيا هي شركة دهب بالمناسبة فتخيل بقى ده مش معناه إن خيري بياخد فلوسه دهب برد مش نعرف إنه سامعني لا والله بيخبورات تابعيني المهم يعني مش عادي قوي خيري ورده ما شاء الله المهم فالمهندس خيري عايش في لندن هو مكتبهم في لندن فيقول لي تخيل أنت متعرفش تخرج من السوبر ماركت بأكتر من إزازة زيت لا 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 أنا مش هقولك أنت هنا في مصر بتخش رأي محل بتجيب اللي أنت عايزه بتخرج محدش بيقولك 3-3 كام خالص أو ده واقع يعني بس مش هقولك كده أنا هقولك بس أنا بس ما فيش حاجة هتخرج الوضع أصبح متأزم وسيء وصعب وقاسي إلى هذا الحد أنه هذه النقلات مش خارجة من المواني يعني مش هتعدي على بحر أزوف ولا البحر الأسود ولا البحر الأبيض المتوسط وبالتالي خلي بالك الحاجات دي لو خرجت الأزمة الاقتصادية اللي في العالم تتحل أقلها كده أزمة الغذاء والأقماح أقلها بس ده اللي هي صباح الفل أزمة الأكل والأمحة حلت لو المواني خرجت الحاجات دي دخلت على البحر المتوسط واتبعت وميت فل خلويس تروح تبص على المتاجر والمحلات في روسيا فيش أزمة ترجمة نانسي قنقر